وتواصل القوات الروسية عملياتها في شرق أوكرانيا من أجل سيطرة على منطقة الدنباس فيما يدور اجتماع بحلف شمال إطلسي لمناقشة مسألة تسليح كييف وفي بيان رسمي لوزارة الدفاع دعت روسيا الأوكرانيين إلى إنهاء ما اعتبرته مقاومتهم العبثية في سيفيرو دونياسك واقترحت إقامة ممر إنساني لإجلاء المدنيين دون أن ترد كييف على ذلك مكتفية بحث مواطنيها على الصمود وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن ممر إنسانيا سيفتح في الخامس عشر من حزيران يونيو أي اليوم مؤكدة أنها ستضمن إجلاء كل المدنيين من دون استثناء بأمان وقال رئيس إدارة سيفيرو دونياسك أليكزاندر استريوك قال إنما بين خمسمائة وأربعين وخمسمائة وستين شخصا يحتمون في أقبية مصنع أزوت الكيميائي الواسع الذي يشكل أحد رموز هذه المدينة الصناعية شرقية أوكرانيا ودعت الوزارة الروسية الأوكرانيين إلى رفع العالم الأبيض للإشارة إلى قبول بهذا الاقتراح وإنهاء المقاومة العبثية على حد تعبير روسيا في المقابل دعا الرئيس الأوكراني فولدمر الزلينيسكي مواطني للصمود في منطقة الدنباسة التي اعتبرها الحيوية والتي ستتوقف عليها مستقبل الحرب التي شنتها موسكو في الرابع والعشرين من شباط فبراير الماضي